بما أنه ذكرت الفصح كل يهود لما بتقرأ عن الحمل كل عيلة لازم تجيب حمل اللي هو خروف الفصح بذكرهم من الخروج من أرض العبودية من أرض مصر والمسيح هو فصحنة لكن عاوز أقول شيء مهم جدا أحبائي قيمة الحيوان لا تساوي قيمة الإنسان فكانت الذبيحة رمز كانت ظل وكانت أيضا تشبيه للمخلص للفادي للحمل القادم حمل الله هذا هو لقب المخلص لقب يسوع المسيح اللي اتميز ما في أي إنسان بيتميز في هذا اللقب مرتين في يحنى قال هو ذا حمل الله صاح الأول آية 29 آية 36 وأيضا في رسالة بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم هذا هو حمل الله الرب يسوع المسيح موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر